ترجمة نانسي قنقر حرصت قيادتها البلدين في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في دعم المؤسسات العسكرية والعمل العسكري المشترك وذلك ضمن العمل العربي الدفاعي المشترك من أجل النهوض بالمنظومة العسكرية بكل مكوناتها لتكون العلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين انموذجا للتعاون المشترك وتجسيدا للتعاون انشئت لجنة التعاون العسكري البحرينية المشتركة التي تسهم في تعزيز العمل العسكري بين البلدين كما حرصت دائما قيادات المؤسسات العسكرية على اللقاءات المشتركة التي تصب في صالح التنسيق المشترك أيضا وقعت البحرين اتفاقية تعاون عسكري مع مصر عام 2019 وانطلاقا من رفع القدرات وزيادة الجاهزية لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة المصرية اجتمع البلدان في العديد من التمارين المشتركة ومنها على سبيل المثال للحصر تمرين حمد واحد الذي هدف الى رفع التنسيق بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية كما شاركت قوة دفاع البحرين اشقائها في التمرين المشترك درع العرب واحد الذي اقيم في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي يعتبر من اكبر المناورات العربية المشتركة في المنطقة لتنفيذ مناورات برية وبحرية وجوية مشتركة أهداف مشتركة ومؤسسات عسكرية تحقق التعاون الذي تصب له قيادتي البلدين الشقيقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن الإقليمي والدولي ورفع الجاهزية القتالية للذود عن الأوطان برا وجوا وبحرا لتكون مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية خير مثال للتعاون بين الأشقاء لكل ما فيه مصلحة وأمن البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر